أعيد أنت بس أتعرض لنقطة يمكن ناس كتير كانت شايفاها ويمكن أنا واحد منهم على فكرة فكرة أن صراع أو أزمة أو مشكلة الكابتن اللي ظهرت من سنتين وهل هي بالأقدمية وكنت أراها حقا للناس اللي بقالها مدة في المنتخب ولا هي بحكم الدور اللي بيلعب ولا هي بقدر نجومية اللاعب لما تكلف الكابتن محمد صلاح لقيت شوية عليه مش على الموضوع لخفت وهو رجل يأتي من تجربة احترافية متواهجة وأضواء وثقة دولية واحد مرشع من أنه أحسن لعيب في العالم مجرد ترشيحه ده له معنى كبير جدا المكانة اللي وصلها كلعيب معنى كبير جدا حينشاغل بتفاصيل إدارية لأن الكابتن دلوقتي بقى لهم تفاصيل إدارية واخد بالك بيتكلف مشاكل لعيبة همزة وصل بيطلع في مؤتمرات صحفية صحفية يشرح وما رأينا في آخر مباراتين لا ده هو الراجل أضافت إليه هذه المسئولية أنه بيلعب بهذا الشغف وهذا الإحساس بأنه بأصبح مسئول أحسن مباراتين لمحمد صلاح خلال تلس سنوات الفاتو آخر مطشين ده كلام مهم جدا لأنه شفوا قيمة وتأثير وجود صلاح مع اللعيبة ده ده جزء من أفراح اللعيبة والجماهير بعد المبارات بالفوز على المغرب إمبارح 2-1 لكن عايزكوا تبصوا على تفاعل صلاح مع زميله على صورة منتخب مصر وهو اللي بيقوده وكابتنه اللي بيعمل القرعة واللي بيتكلم مع الحكام واللي في مقدمة المشهد واحد من اللي بينافسه على أحسن لعب في العالم فماعتقدش فريق فيه لعب ينافس على أحسن لعب في العالم مرتين يوقف على هذه المنصة السلسية وتقول إنه هو مش الكابتن عشان النظام الأقدمية والكلام الأديم ده لا ده لاعب بقيمة عالمية كبيرة جدا يستحق الاستثناء وإلا ما خلق الاستثناء الاستثناء بيتخلق للحاجات اللي ما بتحصلش كتير فما حصلش أبدا في الوطن العربي إنك أنت طلعت لعب بينافس على أحسن لعب في العالم فبالتالي كان هذا الاختيار لمحمد صلاح آه طبعا تشريف إن أي حد يلبس شرط كابتن منتخب مصر لكنه تكليف يفيد الفريق ويفيده طبعا هو خده بالمعنى ده وده اللي همني نجاح التجربة إنه خده بالمعنى ده أنا بقيت مسؤول بقى الموضوع مش الزار بقى ده الناس ها تشوف إن أنا كابتن الفرقة لا حب أنا شال مش بس مسؤوليتي ده أنا شال مسؤولية الفريق يبقى إحنا يعني إذا تجربة لأن الشخصية اللي خدت التجربة شخصية طموحة وشخصية مسؤولة استطاعا يستفيد ويفيد طب أنا حقول لك حاجة إنت شفت إنني بالحالة اللي هو عليها لا إذن المحترفين شفت تطور تريزي جي من ماتش إلى ماتش عامل إزاي صحيح وتحساز حتى رغبة صلاح إنه جهز تريزي جي وفرحيته بيه هو ده على فكرة الروح دي اللي أتريزي جي أبدأها هتشوف الصورة دلوقت إنه بعد أتريزي جي ما سجل الهدف راح لصلاح باللقطر الطريفة اللي الكل اللاعبة بتعملها عرفانا وامتنانا هات رجلك أمسح لك الجزمة بالأسس اللي عملتهولي دي بتاعت فلافي وجلبرتو لو فاكرينها بس بتحصل دايما في التعبير عن الامتنان والحب هات رجلك أمسح لك الجزمة والتاني برضو بيحضنه وبمنتهى الحب هي دي الروح يا جماعة هي دي اللي أنا بقول لكم عليها مصر وعدد شمسك يذهبوا ده الجيل الجديد اللي بتبني نقدر نقول كده دلوقت طبعا الروح العالية أو جوه الفريق هي دي نتمنى أن مصر كيروش يستمر وقد استوعى بالأمر في هذا التطوير ونحن معه